السلام عليكم يا طيكولافي جميعاً هنتابع مع بعض شرح مادتنا مادة العلم الصناعية وصلنا الآن لعن درس المحركات الكهربائية التزامنية الدرس اللي أتوقع من مدة من استناء عشان نفهم كيف يترى عضو دوار بيدور بنفس سرعة المجال المغناطيسي على الرغم من أنه وضحنا بأن العضو الدوار دائماً وأبداً يدور بسرعة أقل من السرعة التزامنية بالبداية أبدأ أحكي لك شغلة في المحرك الحثي أنا كنت أحكي لك بأن العضو الدوار دائماً وأبداً يدور بسرعة أقل من السرعة التزامنية ولكن في هذا المحرك الموضوع مختلف في محرك التزامن أو في المحرك السينكروناس هذا دائماً وأبداً يدور العضو الدوار بنفس سرعة المجال بحيث يكون قيمة الإنزلاق صفر طيب خلونا نبدأ بالمادة بشكل عام أو في هذا الدرس بشكل عام وبعدين نركز عن نقاط اللي جعلت من هذا المحرك مختلف عن المحرك الحثي هل مثل عضو الدوار لا يزال يولي التيار حثي ولا في طريقة مختلفة خلونا نبلج بالبداية عندك ملاحظتين عن يمين وشمال هذول ملاحظتين من أشهر ملاحظات عن المحرك وإجوا وزاري أول شيء هذا المحرك من أشهر استعمالاته وتطبيقاته عمله في موضوع تحسين معامل قدرة اللي ذكرته المرة الماضية في الحصة الماضية تحسين عامل قدرة أو رفع عامل قدرة لتقليل سحب التيار وتقليل المفاقيد تمام ولذلك مرات أو في أغلب الأحيان يصنع بدون عمود دوار لأنه هو الهدف منه وش يدور إشي ويحرك إشي لا الهدف من هذا الماتور يعمل على توليد قدرة تمام قدرة غير فعالة ويتم من خلال هاي القدرة تحسين عامل قدرة شو السوالف هاي اللي قابت سوالفا ولا فهم ولا إشي تمام هذا الموضوع شوي متطور على مادة علم أو المادة اللي بناخذها حاليا فللأسف ما رح تأخذها الآن رح تأخذها في مواد لاحقة إن شاء الله في الجامعة ولكن اللي بديك تكون عارفه ترى المحرك التزامني هذا يقوم بتحسين عامل قدرة كيف مش شغلنا حاليا ممكن لقدام شو لما نأخذ موضوع التحريض أذكرك ولكن كتفاصيل مش معك حاليا بتكتفي فقط بمعرفة هاي المعلومة زي ما هي ويؤجل الحديث فيها للجامعة إن شاء الله لما تدرسوا هندسة كهربائية كونه أغلب طلابنا قاعدين بدرسوا هندسة كهربائية بس يحبوا المادة معنا إن شاء الله طيب إذن هذا الحكي في موضوع تحسين عامل قدرة وليش يصنع بدون عمود إدارة مش شغلك حاليا ولكن تتعرف إنه ليش يصنع بدون عمود إدارة كونه شغله ممكن يكون في تحسين معامل قدرة تحسين معامل قدرة تخيلها إنه هو مش رح يكون بتحويل أو بتحريك مثلا لود أو مش رح يحرك إكشار مثلا أو يرفع مثلا مصعد مثلا الفكرة إنه أغلب شغله يكون بتحسين معامل قدرة وهذا من أشهر استعمالاته تمام؟ طيب يعني هذا الحكي معناته إنه هذا المحرك لا يعمل كمحرك عادي إنه يقوم بنقل أحمال وكذا لا موجود طبعا لنقل أحمال وتغيير مكان حمل ورفع وسحب وغيره ولكن أقول لك من أشهر استعمالاته لذلك بدك تكون هاي الفكرة ببالك كيف هذا الإشي بصير مش موضوعنا في هاي المادة طيب برضه بالنسبة للمحرك التزاوي بدك تعرف إنه يستخدم للأحمال أول إشي للأحمال اللي بتطلب عزم كثير عنه تمام؟ فالأحمال اللي بتطلب عزم عالي أو قدرات عالية يعني لما يكون الحمل بالدوماتور قدرته مثلا 100 كيلو وط مثلا أو 200 كيلو وط تخيل الرقم 200 كيلو وط ممكن ما تصرفه مش ببيتك أربعة أيام بالبيت كامل مش محرك تمت عليه فقدرات كثير عالية ولكن بنفس الوقت على سرعات منخفضة هاي برضه من المعلومات الحفظ عن المحرك التزامني أنا أعطيتك أول شيء المعلومتين هدول أو الملاحظتين هدول لأنهم فعليا هم حفظ بعدين هسا بدي أبدأ أعرف لك ببطاقة هذا المحرك أنا حبيتك أضبط وضع هذا الماتور كوني باحترمه شوي فعملته زي الهوية هاي الهوية هويتك أش فيها معلومات عنك وهيا البطاقة برضه فيها معلومات عن هذا المحرك التزامني هذا شكله طبعا أكيد لا يمكن تمييزه من شكله يعني ما تطلع عشان أو أطولا بقول هذا حثي وهذا تزامني لا ولكن بميزه من بعض المواصفات مثل بالبداية طبعا اسمه محرك تزامني أو Syncquance تسمى بهذا الاسم لأنه محرك يدور بالسرعة التزامني ليش أظن يقول محرك يدور بالسرعة التزامني بقول اسمه محرك تزامني خلص تفكر تمام بالإضافة لقدرته قدرته كثير عالي بتميز هذا الماتور بأنه قدرته من 200 كيلو واط 200 كيلو اه إلى 50 ألف كيلو واط تمام طيب هل فعليا فيه متورات ممكن تكون بهذه القدرات الآن شوف هذا الرقم من الكتاب فابديك تحفظ ليه زي ما هو ولو انه كان يعني الحديث في هذا الموضوع عن آلة التزامن تمام ليش يعني الآلة بتفرق عن المحرك نعم في آلات التزامن في عندك محرك ومولد المولدات نعم ممكن تطلع لك بهذه القدرات مش في المحركات بس خلينا زي ما بده الكتاب خلص المحركات هون من 200 وطبعا كثير جوزاري من 200 كيلو إلى 50 ألف كيلو واط هاي القدرة برضه حفظ في بعض الأشياء بنا نحفظها زي ما هي بالكتاب تمام طيب الوظيفة طلا هون وظيفته شو بالمصانع هاي النمرة واحد أكيد مش في البيت 50 ألف كيلو واط صح أكيد يعني وفي الأماكن التي تتطلب إقلاع متكرر يلا كل شوي اشتغل ووقف اشتغل ووقف اشتغل ووقف هاي الأحمال تمام كل شوي تشتغل وتوقف تطلب إقلاع متكرر فبالنسبة له هاي الأحمال اللي بده إقلاع متكرر من الأفضل استخدام فيها محرك تزامن عرفنا قدرته ووظيفته واسمه تعال نشوفهم ايش بحكي لنا بين دابل كوتيشن أو بالحكي العام المحرك التزامني برنس المحركات المحركات الحجمة كبير ولا يستخدم في المنازل منطق وسعره مرتفع أكيد وقصة هالمحرك بسيطة أهم ما يميز وأول معلومة بده تتميز هذا المحرك من خلالها بأنه سرعته نفس السرعة التزامنية بحيث يكون قيمة الانزلاق كم صفر ويا كثر ما جاءت وزاري قداش قيمة الانزلاق محرك تزامني يعني قداش تأخر عن السرعة التزامنية ولا شي صفر إذن انزلاق صفر متى عند ثبوت التردد لأنه التردد بغير السرعة طبعا لأنه أنأس ببساطة قانونها 120 في F على P فإذا بدك تغير التردد أكيد أنأس بدك تغير فبتالي أنا أقول لك عند ثبوت التردد عند ثبوت التردد بيصير في عندنا ثبات لقيمة الانعص طيب يعني أهم اختلاف بينه وبين المحرك الحثي بأنه سرعة ثابتة حتى ما تغير الحمل يعني محرك الحثي أنك تغير الحمل السرعة تتغير أزيد الحمل السرعة تقل أقل الحمل السرعة تزيد هون ولا الهواء ولا بزيد ولا بقل سرعته ثابتة تمام فعلى عكس المحرك الحثي الذي يدور بسرعة أقل من السرعة التزامنية مقدار سرعة الانزلاق وممكن أن يزداد الانزلاق مع زيادة الحمل والتالي تقل سرعته أكثر بس هذا المحرك مش سائل كيف يعني يعني لو اشتغل على الحمل كامل أو بدون حمل أو بنص الحمل تمام بكل الحالات أو بجميع هاي الحالات سرعته ثابتة وهي كم السرعة التزامنية إذا ممكن يقول لك من المحرك اللي سرعته ثابتة مع تغير الحمل هو السرعة أو المحرك التزامني لأنه يدور بالسرعة التزامنية وسرعته لا تعتمد على مقدار الحمل لذلك تذكروا شكل السرعة مع العزم في المحرك الحثي كيف كانت زي الجبل زي ايه صح؟ الآن في المحرك التزامني الموضوع مختلف في المحرك التزامني الشكل زي ايه هون مثلا العزم وهون السرعة تمام؟ عند تغير العزم السرعة ثابتة شو ما تغير العزم؟ تعالوا نرسم بس العكس تعالوا نعمل السرعة هون والعزم هون تمام؟ بس لسبب واحد عشان نعمل خطوف فشو ما تغير العزم هون عشرة عشرين مية مليون سرعة تثابتة مثلا مية أو ألف أو ألف وخمسمية سرعة تثابتة خطوف لا بيغير ولا برفع ولا بزيد سرعة تثابتة مع تغير الحمل طيب هذا الشكل اكيد مبرا الكتاب مش معاكم بس عشان تتصور تتخيل شكل السرعة طيب نشيل كل شيء عشان ما لنعجقاش اوكي الآن علل يعد هذا المحرك مرتفع السعر بيقول لي هذا الماتور ما بتروح انت تشتري محرك تزامني لحاله المحرك التزامني طلع تخيلها معاي كقصة عشان تفهم المحرك التزامني محرك اوكي ابن عالم وناس قدرته عالية ومحسن واموره تمام طيب شو مشكلته مشكلته انه بتطلب نظام اثارة خارجي بالاضافة لوسيلة بدء اقلاع شو المكتوب هون سعر هذا المحرك عالي كونه يحتاج الى اثارة خارجية ونظام بدء اقلاع او بدء حركة شو هذو الاثنين ببساطة اول شغلة بتتذكر المحرك الحثي من من كان يجيب تياره بالحث لحاله يتولد قوة دافع على ملفات الاضو الدوار تمام بينما هذا الاضو الدوار تبعه يتصل مع اثارة خارجية شو يعني اثارة خارجية يعني مصدر خارجي مع مين مع الاضو الدوار بالله هون اول فرق الاضو الدوار قابل كان يتولد عليه تيار لحاله هون لا وصلنا معه مصدر خارجي اذا هذا المصدر الخارجي شو تجيب باور سبلاي او دي سي من بره وتعطيها للماتور تجيب كهرباء دي سي من بره بغض النظر دي سي ولا اي سي رح ناخذها لقدام شو نوعها بس الفكرة انا حركة معلومة طبعا مبدئية بس الفكرة انه انت جبت كهرباء من بره وتعطيها للاضو الدوار طب هالكارباء من بره مش تكلفة مش نظام بيعطيك كهرباء فاول شبدو نظام اثارة خارجي كهرباء من بره خارجي هذا واحد هو يسمى اثارة تمام هذا النظام الاثارة او اللي هو التيار اللي تغطيه لعض الدوار هيك اسمه بالاضافة لنظام بدء حركة هذا الاشي الثاني طيب ليش يا ترى بده نظام بدء حركة من تثوق قلت لي عزمه عالي نعم هو يعمل على قدرات عالي وعزوم عالية ولكن بالمقابل عزم بدء صفر كيف يعني؟ هذا المتور بالبداية لا يمتلك عزم بدء ده وراء حط فيش فالكهرباء ما رح يشتغل ولا الهواء ابدا رح يقود يستصفون فيك شو بدك مني؟ تمام؟ ولكن اذا اعطيت وسيلة بدء حركته بعمل بعدها العجائب عادي بعدها بشتغل بالقدرات الحالية فتخيل زي هيك هو قدرته عالي اوكي ولكن بحتاج وسيلة بدء هو قدرته عالي وعزمه عالي ولكن عزم بدء الضعيف واضح؟ يعني هاي سيارة عزم بدءها ضعيف ولكن اذا تسارعت واشتغلت سرعتها بتصير مليون عالي وصلت اذا هو عزم بدء ضعيف لذلك يحتاج لنظام بدء حركة ويكاد يكون عزم بدء منعدل ما له عزم بدء اذا حطيناه في الكار ما رح يشتغل لذلك بده نظام بدء حركة خارجي نظام بدء حركة او نظام بدء اقلاع ورح يكون فيه درس كامل عن نظام بدء الاقلاع او هنقول يعني جزء من هذا الدرس عن نظام بدء الاقلاع طيب اذكر لي ابرز الخصائص اول شيء من الاشياء شفناه فوق يعمل بالسرعة التزامنية يعمل بNS ايانا سرعته ثابتة مع ثبات التردد اوع مرة ايجا سؤال قال لك سرعته ثابتة عند تغير التردد بله اذا تغير التردد يغير السرعة طبعا وبانزلاق اكيد يساوي صفر ليش الانزلاق يساوي صفر لانه نس بتساوي نر واذا عوضتم اذول بساوي بعض بقانون انزلاق اس بساوي نس ناقص نر على نس ضرب مية بالمية مع اذول مالوم بساوي بعض اذا صفر خلاص اس بتساوي صفر اذا بانزلاق بساوي صفر يستخدم في المصانع ولا يستخدم في المنازل النقطة ثلاث حجمه كبير وقد تصل قدرته من 200 كيلو الى 50 الف كيلو وات طيب اذا زي ما قلنا مرتفع السر لانه بحتاج شغلتين نظام اثارة خارجي اللي هو تيار نعطيه العوض الدوار من بره بالاضافة لنظام بدء اقلاء وشوفنا ابرز خصائصه طيب انت مش قلت لي باول درس انه هذا من ابرز المحركات او من اشهر استعمالاته استخدامه في تحسين معامل قدرة ليش هسا بالوقت هذا بطلنا ان اشتخدمه نفسه كتحسين معامل قدرة شو يعني؟ يعني انا من زمن كنت استخدم هذا الماتور لتحسين معامل قدرة طيب هسا بطلت؟ لا باستخدمه برضه طيب ليش قل الموضوع؟ قل الموضوع لانه في صار وسائل اخرى لتحسين معامل قدرة مش بس هالمحرك التزامني يعني الموضوع مش مرتلط فقط بتحسين معامل قدرة بس محرك التزامني لا في وسائل اخرى فلذلك انا بقول لي سبب استخدامه؟ استخدام المواسعات في الوقت الحاضر نظرا لقل الثمانهة وقل التكاليف في صيانتها فهي هون المواسعات هاي تمثل طريقة ثاني او اخرى لتحسين معامل القدرة فاش داعي بس للمحرك التزامني روح نجيبنا مين؟ المواسعات طب يا ترى شو جاب المواسعات للمحرك التزامني لتحسين معامل القدرة؟ قلت لك موضوع معامل القدرة إلي قبل الألعق بالبحر؟ قلت لك موضوع تحسين معامل القدرة ما إلك فيه حاليا ولكن صراحة موضوع جدا مهم وحلو صراحة انك تفهمه واذا صار مجال معنا ممكن اشرح لكم كفكرة وكخبرة لكم بموضوع الكهرباء ولكن انت مش مطالب فيه أبدا بس اعرف انه خلص تكتفي بانك تعرف المشي يسموه تحسين معامل القدرة هذا اشي كويس وانحنا بدنا اياه حتى ما نسحب طيار عني بس هذا البدية فانا ممكن استخدام محرك التزامني او المواسعات لتحسين عامل القدرة كيف مش شغلي حاليا مش شغلي حاليا ولكن لما صارينا هنسكارب وادرس في الجامعة ان شاء الله لا رح ارجع له هذا تمام؟ ممكن صير يقول لك احسيب لقيمة المواسع اللي بيخلي هذا الماتور عامل قدرته كذا بدل كذا هذا اشي ادفانس كثير سنة ثالثة الجامعة المهم مكونات هذا المحرك ليش نطلع كثير عن الموضوع خلونا بمادتنا مكونات هذا المحرك عضو ساكن وعضو دوار بالاضافة لجزء جديد حسه حلقات الانزلاط هذا عرف هم هذول خدتهم بالمحرك دول عضو الدوار من الفوخ يعني لك نفسهم نفسهم بس مش ثلاث تمام؟ هاي من البداية هما نفسهم كفكرة حلقات انزلاط وحلقات محاسية ومعزولين عن بعض نفس الاشي ولكن مش ثلاث هذا واحد وبرضو مش لنفس السبب بالمرة الماضية حلقات الانزلاط وصلنا من خلالهم مقاومات خارجية عن طريق فرش كربونيسا هذول لا هذول الثنتين نحس بشوف ليش طيب نيجي على المكونات واحد واحدة عضو ساكن وعضو دوار وحلقات الانزلاط تعال نيجي على المكونات يعني العضو الساكن شو مو قلك؟ بديش اغلب حالي بالسوالف معك خلاص انا نفس الحثي روح على البعدي طيب شو بقول لي نفس تركيب العضو الساكن بالمحركات الحثية اللي هو هذا الشكل فاروح على البعدي بديش احكي كثير يا ريت كلها الناس زي العضو الساكن دائما من المحرك الواحد فاز للتزامن اللي هسه هو نفسه مجاري او الشقوق تبعات القلب يعطيك العافية الان العضو الدوار خلينا نحكي عن هاي المكونات جزء بجزء ونبدأ بالعضو الساكن زي ما قلنا يظهر تشابه ما بين عضو الساكن في المحرك التزامن ومحرك الحثي لذلك ننتقل للعضو الدوار يوجد في العضو الدوار في اغل المحرك في البداية اكيد في اقطاب لانه يكون ملفوف يعني ما في محرك تزامني عضو الدوار قفص صنجابي هذا الغي خلاص القفص صنجابي كان بالحثي الان هون يوجد في العضو الدوار في هذا المحرك ملفات تشبه عادي العضو الدوار ملفوف زيه بتشبهه يعني تمام طيب وتشكل هذه الملفات طبعا ايش الاقطاب النورث والساوث رح تشكل لك هون نورث ساوث وهكذا طيب الاقطاب المنصي الرئيسي بحيث يكون عدد الاقطاب هاي مهمة وبرضو تكرار الايش اخذناها للعضو الدوار الملفوف كان عدد اقطاب العضو الدوار الملفوف وعدد اقطاب العضو الساكن قد بعض الان عدد الأقطاب العضو الدوار في المحرك التزامني تساوي عدد اقطاب العصو الساكن يعني محرك التزاميم عدد العضو الساكن اثنين في العضو الدوار تمام برضوopf وعدد اقطابه اثنين وتوصل هذه الاقطاب بشكل متعاقب بحيث يحدث عندي شمالي جنوبي المرة الماضية اجابوا لهم سؤال كثير تافاة كان يقول لك شو الأقطاب الموجود في المحرك التزامني شمال الجنوبي أصلاً فيش اشي اسمه قطب شرقي وغربي صح؟ يعني طالب صف رابع يجاوب هذا السؤال وفي هذا المحرك تقسم أنواع العضو الدوار يلا هذا الاشي باستنام انت قبل شوي قلت لي فيش قفص نجامي طب شوفي وتقسم أنواع العضو الدوار للنوعين خلينا نشوفهم ونحكي عنهم يلا خلينا نشوفهم أنا ماسكت يلا نشوفهم يقول لي الأنواع هي العضو الدوار ذو الأقطاب البارزة وهذا شكله تمام؟ ذو الأقطاب البارزة أو سيلانت بولز يسموه والعضو الدوار الأسطواني أو ديسندريكال هذا ليس مهم كمفردات انجليزية ولكن أكيد تكون عارف أقطاب بارزة اللي شايفوهون بالإضافة للأسطواني هذا الشكل طيب إذا زي ما قلنا بنحكي عنهم هذو الاثنين بالإضافة نحكي عن الحلقات الإنسلاقية الثنتية ما قلت ليش موجودين ما ولل العلل قبل شوية جعبنا عمل ليش ليس فرح الأضو الدوار فى محرك تزامن، مثل آضو الدوار ف procrastain ليه لأنه في ملفات وتقريب الأحتيوة على باللائفة وهذا فرح الأقطاب و هل هو أقطاب العض الساكن زي ما قلنا هؤلاء العضو الدوار فى اللب ligne نفس عملو. Jelly اذن زي ما قلنا هولا الأهم هسا عنواعي العضو الدوار فى المحرك التزامني ديسندريكال الأسطواني أو عدد على الأقطاب البارزة أو الاسطوانية عضو الدوار ذو أقطاب بارز هاي الأقطاب البارزي البرانيه اللي موجوده هون وهذا العضو الدوار الأسطواني العادي طيب إذا أكيد ما في قفص صنجابي زي ما شكنا الآن نجل الأهم حلقات الانزلاق ليش موجودة؟ أول عندك تعرف أنه حلقات الانزلاق في المحرك التزامني ثنتين وعلى فكرة ممكن يسألك مرة الماضي قالك في محرك العضو الدوار ملفوف كم حلقة الانزلاق؟ الكل حافظ عن التزامن الكل اللي انتبه للتزامن قالك ثنتين العضو الدوار ملفوف ثلاث ننتبه هون ثنتين طيب ليش موجودات؟ بقول لي هذول الثنتين شايفهم؟ مثبتات على محمر العضو الدوار وبيدور هالحلقات الانزلاقية وأنا معطيهم ايش؟ الفرش الكربونية موصلهم على الحلقات الانزلاق ليش؟ هاي الهدف منها هاي الوظيفتها بحيث يتم بواسطتهما الحلقتين هذول توصيل تيار مباشر بي سي لمين؟ لملفات الأقطاب على الأضو الدوار اه في المحرك الحثي كان العضو الدوار ينشأ عليه تيار بالحث هون صار العضو الدوار الدوار ينشأ عليه تيار بالحث لا تيار من مصدر خارجي تمام؟ والمصدر الخارجي هتخلي ببالك ما له؟ دي سي تغلبش حالك دايما دي سي تيار التحريض دايما دي سي تمام؟ برضو في اسباب رح تعرفها لقدام كثير ما ملكاش علاقة فيها هسا طيب كم حلقة انزلاق بلتلي؟ ثنتين هاي واحدة وهي ثنتين موصلهم فرش كربوني والفرش كربوني هذول أنا معطيهم هون كهربا دي سي تمام؟ طيب إذا ممكن أسألك ليش بيحتوي المحرك التزمع على حق زين انزلاق؟ عشان أعطي للعضو الدوار الكهربا دي سي لتوصيل تيار مباشر دي سي إلى ملفات الأقطاب في العضو الدوار طيب حكيت عن مكوناته وحكيت عن خصائصه احكييي عن مبدأ عمله يلا عشاك النقاط لتسهيل الحفظ والفهم أول شي بقلي بالبداية بدك تعطي كهربا للماتور اذكر انت دائما تعطي كهربا للماتور للعضو الساكن أول مرة بتعطي الكهربا للماتور لعضو الساكن والدوار انتبه؟ يعني هون شو بقلي عند توصيل مصدر كهرباية اي سي للعضو الساكن تمام؟ والعضو الدوار دي سي مصدر تيار مباشر انتبه تمام؟ كثير جبتها أسئلة مدرسية وكثير ناس خربطت تلاقينا مثلا عضو الدوار والعضو الساكن التوصل، غلط stol دوار والساكن اي سي نفس اي سي غالط عضو الدوار اي سي والساكن دي سي غلط العضو الساكن اي انتبه الكهرباها اللعنة العضو الساكن و configureمصدر تيار مباشرiff وDc فهذه اول نقطة يتم توصيل كهرباء AC مع العضو الساكن وDc مع العضو الدوار ممنوع تنساهم طيب فبنشأ طبعا مجالين مجال من العضو الساكن ومجال من العضو الدوار زي زمان لانه زمان كان ينشأ لي مجالين عضو الساكن من عضو الدوار ولكن تذكر مجال العضو الدوار كان ينشأ لحاله بالحث قالوا لا والله أنا أعطيت للعضو الدوار هذا كهرباء دي سي عشان ينشئ لي هذا المجال فشو بقول لي بصير في عندي أقطاب بالعضو الساكن وأقطاب بالعضو الدوار يعني هون بس نعطي هاي مثلا المحرك هاي ملفاته اللي في بناتهم مزاحة طورية 120 درجة أعطيتها كهرباء اي سي مثلا تمام أعطيتهم كهرباء اي سي ثلاث فاز فبصير ينشئ أقطاب اوكي يعني مثلا خلينا نقول انشئ ان هون قطب شمالي و قطب جنوبي الآن العضو الدوار نفس الموضوع هذا العضو الدوار المحرك التزامني يرسم بالكتب الأجنبية وهي ملفاته ملفات العضو الدوار هاي شو بتعطيها انت مجيب سالم بطارية يعني لا مش شرط بالمهم دي سي يعني قصدي هاي تمام فشو بصير بين شا عندك مثلا هاي نورث وهاي سوف فبصير كل القطب في العضو الساكن يجد بالقطب المخالف ايه من العضو الدوار يعني بصير هذا الساوث هون فينادي وين النورث هاي النورث فالنورث هذا يتجه لإله زي هيك طيب بالإضافة للنورث هاي بتصير تنادي وين الساوث فهي الساوث شو بصير الساوث بصير الدور زي هيك وبصير في عندنا عزم دوران على العضو الدوار فهي دور زي هيك فالآن العضو الدوار بيدور وبصير شكله زي هيك بعد ما يدور تقريبا 90 درجة لف لعند ناحية الساوث وهكذا بعد شوية هاي الأقطاب تتبدل بصير نورث ساوث فبصير العضو الدوار هذا يدور ولكن الحلو ما بيكملش صح يعني فيه اشي غلط صار شو اللي صار بيقول لي وكي بحاول كل قطب ولكن ركز لأكلمة بحاول بحاول ممكن ما يكبرش فيحاول كل قطب من أقطاب المجال منص الدوار في عضو الساكن جذب القطب المخالف النور توجده بالساوث فالساوث توجده بالنور من أقطاب العضو الدوار يتصادف مرور لحظة التوصيل مما يعطى العضو الدوار عزم دوران فالعزم الدوران هذا الإجانة من التجاذب والتنافر اللي صار هنا ولكن نظرا يعني بسبب أن عزم القصور الذاتي عزم القصور الذاتي القصور الذاتي لأي جسم حسب قانون نيوتن الأول هذا تمام انت عندك خيارين لفهم هاي الجملة الخيار الأول انك تحفظه زي ما هي الخيار الثاني تفهمه مني هسه بس تكون عارف أنك ما رح تفسرها يعني ما رح يكون مطلوب منك إشرح شو يعني عزم قصور ذاتي لأوذو الدوار ولكن حلو أنك تكون عارف فأصلا شو معناها يعني تمام فهون بيقول لي نظرا إلى يعني بسبب أن عزم القصور الذاتي شو يعني عزم قصور ذاتي الآن في عندنا قانون اسمه قانون نيوتن الأول نيوتن بزرع مرتب له ثلاث قوانين في الحركة قانون نيوتن الأول والثاني والثالث تمام من أشهرهم أكيد قانون نيوتن الثالث اللي هو لكل فعل رتفعل هذا قانون نيوتن الثالث والثاني اللي هو القانون تتاع الأف اللي هي القوة على أي جسم تساوي كتلة الجسم مضروف في التسعر سيبنا منه رجع للقانون الأول قانون الأول بيقول لي ببساطة أخذناه منكم صف رابع وخامس شو كان يقول لك الجسم الساكن يبقى ساكن أنا ساكن فبظلني ساكن إلا إذا إجا عليه قوة تحركه والجسم المتحرك يبقى متحرك ما لم يأتي عليه قوة تغير وضعه إذا ما إجا قوة تغير وضع الجسم الساكن ما بتحرك وإذا ما إجا قوة تغير وضع الجسم المتحرك ما بيوقف ولذلك العظم الدوار هذا عزم القصور تبعه يعني العزم القصور يعني العزم اللي بمتلكه هذا الجسم وهو ساكن عالي فأنت يا ماتور لازم تولد لي عزم أعلى من عزم القصور تاعي عشان تقدر تحرك العظم الدوار تمام؟ يعني منطقيا أنا مثلا العزم تبعي وأنا واقف وساكن مثلا مثلا عشرة فإجل المحرك ولد لي العزم تبعي خمسة طب العزم اللي ولد الماتور غير كافي بس إني أتحرك فما بالك إني أدور صح؟ غير كافي إني بس أطلع من مكاني فما بالك إني أدور كمان فما رح يدور؟ ليه؟ لأنه يقول لك ترى هذا العزم تبع الماتور التزاوني بالذات عزم القصوري ذاتي تبعه كثير بمتلك لعضو الدوار فهذا الأشي يؤدي إلى حدوث تنافر بعدما يصير النورث يجذب الساوث يصير يبعدهم خلص يرجعوا مكانه تمام؟ ليش يبعدهم؟ ليش لأنه النورث يصير يبعد الساوث يصيرون فورو لا الفكرة أنه النورث يحاول يجذب الساوث بس ما بقدر يعني لو أنت جبت مغناطيس صغير مغناطيس صغير طبعا مكتب هذا وجبت فيه مشابك ورق كبسات وحطيت المغناطيس شو يصير؟ المغناطيس يجذب كل الكبسات وأموره ممتازة طيب طلعت على الشارع ومساكة المغناطيس صرت تأشر فيه على السيارة زي هيك شو بتقول؟ والله المغناطيس هذا خربان بجذبش لا مش بجذبش هو بجذب ولكن كتلة السيارة هاي انت ما قدرت من خلال هذا المغناطيس تصغيرها تجذبها طبعا منطق أكيد فبالتالي ليه؟ لأنه العزم اللي كان بحتاج هذا المغناطيس عشان يجذب هذه السيارة كان بده عزم عالي صح؟ فانت ما بتقول أنه هون ما في عزم فيه ما في قوة جذب فيه بس ضعيفة بس كان كثير ضعيف أو يكاد يكون معدوم فبالتالي ما رح يقدر يحرك الماتور فبالتالي كأني بصير اتصور بدل ما النور في جذب الساوت حيقوله خلص خليك مكانك شكاد بحركة مش بنفره ما رح ينفره طب هون ما بيقول لك يؤدي بدل حدوث تجاذب كأنه عمل تنافر بين أقطاب العضو الساكم وعضو الدوار مجال الدوار واخطاب العضو الدوار مما يؤطي العزم دوران في الاتجاه المعاكس فبيقول له شو سوي إبقى مكانك سيبقى من غير حركة فعرف أنه عجب شوي بس حلل الجملة يعني خنقول فقرة أول فقرة كلها جملة جملة أو كلمة كلمة يعني عزم القصور عالي للماتور فبدل ما يصير تجاذب يصير تنافر فبيصير في عندنا عزم بالعكس فالماتور بدل ما يصير عليه عزم لا يدور يصير عليه عزم بالعكس فبيبقى أو بيثبت مكانه طيب هل أنا قلت لك أنه ما في عزم دوران لا قلت لك عزم بدء الدوران ضعيف مش ما فيه فيه طب من وين يجى هذا العزم ما هو قليل تحكيش عنه لا أنا بتحكي عنه هذا العزم القليل من وين يجى بس هاي نقطة أربعة بيقول لي ترى فكرة في عزم بس ما قدري حركة كلماتور طب هذا العزم اللي ما قدرش حركة كلماتور اللي يقلنا سام العير فيه من وين يجى ينشأ هذا العزم اللي بيعطيه المحرك على أساس الترابط بين مجموعة أقطاب رئيسي العضو الدوار والأقطاب الرئيسي العضو الساكن تعالوا نغيرها الخليها لعضو الساكن هاي من أضرار الكوبيبيست التحاط كوبيبيست تنستغير الكلمة فعلى أساس الترابط بين مجموعة الأقطاب الرئيسي للعضو الساكن ومجموعة الأقطاب الرئيسي للعضو الدوار ترابط في مناط реально ترابط مغناطيسي ومجموعة الأقطاب المجال لمغناطيسي لتدوار في العضو الساكن وعندما تدور المجموعتين بسرعة اتزامن فأن المحرك لا يمتلك كما بنوا لن بدأت به عندنا مجالين برضه لا يمتلك المحرك عزم بدء ولا بد من تدوير عوض الدوار عند بدء التشغيل أو لا فإنه لن يعمل لي واحده طب يعني مهندس مثلا لو جيت على عوض الدوار وحركته خلاص المشكلة انحلت نعم يعني انت بس حرك الماتور بالبداية خلاص بكمل حركته بس اكيد مش منطق انت تروا على الماتور تحركه بيدك صح لذلك حيكون في عندنا درس طرائق بدء المحرك التزامن خلينا اسه اذا اهم شيء من نقطة 4 تعرف ان المحرك كان عزم بدءه قليل ولكن هذا العزم ايجا نتيجة ترابط الاقطاب تعانى العضو الساكن مع اقطاب العضو الدوار طيب الان نحكي عن موضوع جدا مهم وهي زاوية العزم زاوية العزم للمحرك التزامني يلحظ عند بدء او بداية عمل المحرك التزامني بيكون في عندنا اقطاب عضو ساكن و اقطاب عضو دوار تمام لاحظوان هي اس representative on top وال south at not south الاس يعني هو هي للعضو الساكن لو رسمهاahupa لحالة عادي يعني من هى واضحة طيب سو بصير في عندي لاحظ الساوث فديع العضو الدوار هي المقابل النور والالنورث فديع العضو الساكن وهي عضو الدوار هي المقابل الساكن جاذبين بعض. حلو هاي لحظة البدء اول ما اول ما اشغل المحرك لحظة البدء شباب تتميز بأنه عند بداية العمل يتميز بأنه في عندنا انطباق لمحور أقطاب العظو الساكن على محور أقطاب العظو الدوار فانطباق محوري أقطاب العظو الساكن والعظو الدوار انطباق يعني شو؟ يعني الزاوية بينهما بتساوي 0 فيش زاوية بينه طيب الآن المتور بلاش يشتغل بلاش نعطيه لود طبعا المحرك تزاون بالبداية تحاوليش تعطيه لود أول ما يشتغل عزم بدء وفيش له عزم بدء فكيف تكتعطيه حمل صح ؟ هو مش قادر يشيل حاله تيدور فتكتعطيه حمل فالمحرك التزاون من المحركات اللي بتعطيه حمل بعد ما يعمل بعد ما يشتغل بتعطيه اللوت المهم فالمهم هو عند تحميل المحرك انت بلشت تعطي للماتور هذا لوت طناء حمل فإن أقطاب الأضو الدواب حسب تصير في عندنا حمل الماتور زمان بالمحرك الحثي كان المحرك الحثي ترجم الحمل لتخفيض في السرعة زلت اللي حملي ممتاز رح اقلل سرعتي هذا مين المحرك الحثي؟ طيب المحرك التزاوني؟ لا طيب شو ما يعمل المحرك التزاوني؟ رح يؤخر لي أقطاب العضو الدوار عن الأضو الساكن يعني ما بأخر لي سرعته؟ لا سرعته اشي ثاني، أنا بأخر لك المجال تمام؟ بأخر لك فقط المجال سوف تتأخر عن أقطاب الأضو الساكن بزاوية معينة تسمى زاوية العزم إذن العضو الدوار هي أقطابه تأخرت هاي طلع الساوية قداش تأخرت عن النور بزاوية هاي الزاوية هاي الزاوية مسمية لإهدية ومسمية زاوية العزم طيب يعني لما أعطي حمل الزاوية بتتأخر مئة بالمئة يعني العضو الدوار بتأخر بزاوية صحيح طب ممكن يتقدم لا فقط تأخر في المحركات ما بصير عندي تقدم فبتالي دائما فيه تأخر للعضو الدوار مش كسرعة كمجال كأقطاب تنحرف شوي طيب وتعتمد هاي الزاوية على الحمل كل ما أعطيتني حمل الزيادة كل ما تأخرت عنك أكثر تمام بحيث تزداد قيمتها هاي الزاوية دي تزداد قيمتها تمام عندما يزداد حمل المحرك عطيني حمل زيادة مش بأخر لك سرعتي أقل مش بقلل سرعتي لا بس بأحرف الزاوية أكثر شوي فبظل أحرف بالزاوية تبلش بصفر أعطيني حمل بزيد 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 بصير عشر عشرين ثلاثين أربعين ستين إلى وين لحد متى إلى أن يحمل هذا المحرك الحمل بقيمته القصوى فالزاوية بتكون قيمتها تسعين أكبر ونهي كفش عندها خلص لعند التسعين لحد ما يصير في عندنا الساوث هون مكانه تمام؟ وهذا النورث طيب فلست في عندنا تأخر العضو الدوار ولاحظ هون دير بالك أقطاب العضو الدوار هي اللي بتتأخر عن أقطاب العضو الساكن مش العكس أقطاب العضو الساكن ما بتأخر عن هذا طيب على ماذا تعتمد قيمة زاوية العزم؟ زاوية العزم هي شو بتعتمد؟ قلنا على الحمل صح؟ طيب جاوب يمن على ماذا تعتمد قيمة زاوية العزم؟ على الحمل بحيث إذا زاد وعذى زاد القز数 زادت هاي الزاوية بحيث تزداد قيمة الزاوية كلما زاد الحمل متى تكون قيمة تسعين عند إعلى قيم ح acknowledging قيمة العزم في الحمل القصوى طيب إذا ما بصير حملنا المتور أكثر من الحمل عند القيم القصوى قيمasted قد حملتوا أكثر شوي ما بصير؟ ببساطة المتور متفى عند زيادة الحمل الحد كبير يؤدي ذلك الى توقف المحرك وخروجه عن التزامن يقول لك يعطيك العافية انا لا بدأ اشتغل لا تزامني ولا اشتغل اصلا لانك اعطيتني حمل فوق القيمة الخصوى طبي عمي اشتغل على قل بسرعة اقل طبعا اذا اشتغلت بسرعة اقل بطل التزامن تضحك علي انت فيا باشتغل بسرعة تزامنية يا بظل ازيدك بالزاوية لحد ما توصل تسعين بعدين شو بساوي يعطيك العافية طبعا احنا بنحكي عن محرك تزامني بحالته الطبيعي محرك تزامني عادي لانه في انواع او طرائق بدء محرك تزامني راح نشوفها لقدام بدرس طرائق البدء انه يعمل المحرك كمحرك حثي بعدين ينتقل لتزامني اه يعني يكون محرك حثي فانا خليه تزامني كيف هذا الشيء راح يصير هذا في الدرس الجاي بالجزء الثاني محرك تزامني محرك تزامني له جزئين حسب خطتنا هاي الحصة الاولى او جزء الاول طيب اوكي شو بصير هسه هون لما يصير في عندنا حمل زيادة وقف الماتور يعطيك العافية هسه بدنا نفوت على موضوع انا بعتبره موضوع يعني مهم كثير وبيفسر فعليا ليش الماتور يستخدم بتحسين معامل القدرة ولكن المشكلة انه ما يعني يناقشها بتفصيل لذلك راح نترك لكم التفاصيل اكثر في الجامعة بس هون راح احكي لك عن موضوع تأثير تغير تيار التحريض بالبداية خلنا ذكرك شو عن تيار التحريض تيار التحريض هو التيار الدي سي اللي بعطيه لعضو الدوار صح مية بالمية فبدي يقول لك تأثير تغير هذا التيار تيار الدي سي هذا اللي بيتغير بزيد او بقل شو بيأثر على الماتور بيأثر طبعا بيقول لي نتيجة مرور تيار التحريض اللي هو الدي سي هذا في ملفات لعضو الدوار طب احنا اخذنا قاعدة اذا تيار مر في موصل تولد مجال مغناطيسي صح مية بالمية طب يعني اذا مر هذا التيار في ملفات لعضو الدوار بانشأ مجال لا طبعا بانشأ مجال صح اكيد حينشأ مجال طيب فاذا انشأ مجال وقل لي راح يصير في عندي مجال وملفات لعضو الساكن صارت جوه هذا المجال ايه زمانا كنا ننشأ مجال عضو الساكن وعضو الدوار جوه المجال هسه يقعنا ننشأ مجال والعضو الساكن ملفاته جوه هذا المجال أغلب مثل عليها طبعا قوة دافية حثيه عكسيه او كفدال كاف حثيه اي قوة دافيةena كامله اي يكا هكمل هي عكسيه عكسيه اي انها ما سكلته اي اكسيه glasses عكس فولتيت المصدر ليس فولتيت transmصدر عكس فولتيت المصدر. طيب فصير تيار المصدر رايح للملفات. الآن هذا الملف تولد عليه قوة دافعة كهربائية عكسية وعليه فولتيت مصدر. التيار رايح من فولتيت للملف صار يعتمد على قديش قيمة V وقديش قيمة قوة دافعة. فقيمة تيار المصدر يصير يقل أو يزيد حسب فولتيت المصدر وقوة دافعة الكهربائية العكسية. تمام؟ طيب الآن شايفة ذول الثنتين متى بتساون؟ يعني مثلا هاي الفولتيت لو ميتين القوة الدافعة بتساوي ميتين متى؟ إذا انت ولدت قوة دافعة هون بتساوي ميتين. طيب كيف بدأ ولدت مجال كافي لتوليد ميتين؟ طيب كيف بدأ ولد مجال كافي لتوليد ميتين؟ إذا اعطيت تيار لعضو الدواري DC تمام؟ قادر انه ولد لقوة دافعة بتساوي قدل فولتيت المصدر. فمعناته هذا الاشي هذا التيار DC يسموه تيار التحريض اللازم. شو تيار التحريض اللازم؟ هذا التيار التحريض اللازم هو تيار DC الذي ولد قوة دافعة عكسية تساوي هذا المقدار. تساوي فولتيت المصدر مقدارا. وإذا قل تيار التحريض مثلا مثلا 5 أمبير فرضا. طيب إذا قل عن 5 أمبير عطت الاثو الدوار 3 مثلا. هذا التيار بصير اسمه تيار تحريض ماقص. ويصير في عندنا تحريض ماقص. فهون إذا قل تيار تحريض عن هذا التيار بيقوله يعد التحريض ماقص. طيب إذا زاد أعطيته 7 بصير يقول لي هون هذا تحريض زاد. لذلك عندي ثلاث أنواع من التحريض. تحريض لازم. بعطين قوة دافعة قدل الفولتية سيبنا منه. وعندي تحريضين تحريض ناقص وزائد الناقص قاعد يولد لقوة دافعة كهربائية عكسية أقل من بولتيت المصدر تمام؟ لاحظوا ان بولتيت المصدر ثابت أنا ما بقرب عليها قوة دافعة قاعدة بتزيده والقرب بولتيت المصدر هون القوة دافعة إذا تولدت أقل من هون يعنيها مثلا 200 تولدت 180 مثلا قوة دافعة فهذا يسمى تحريض ناقص إذا زدنا أعطينا تيار زيادة لحد ما ولدت لقوة دافعة أعلى مثلا هون 220 وبعد يصبح يسمى تحريض زائد تمام؟ إذا بالتحريض الزائد يولد تحريض قوة دافعة أكسية أعلى من بولتيت المصدر وبالتحريض اللازم بيكون مساوية لبولتيت المصدر ولاحظ انه زي ما قلت لك بولتيت المصدر ثابتة وأنا قاعد بولد قوة دافعة يا أكثر يا أقل طيب الآن تقريبا آخر شيء في الحالة أو في الجزء الأول من موضوع أو من درس المحركة التزامني نحكي شوي عن موضوع التحريض الناقص والز التحريض الناقص يكون فيه التيار لحظ الكلمات هون مترابطة زي بعض علاقات نفسها كيف يعني يعني التحريض الناقص التيار فيه متأخر التيار عن مي متأخر وإذا التيار جي تأخر عن مي جي تأخر عن فولتيت المصدر بزاوية يسميها بالكتاب كيو هو حر سميها أنتا زيد سميها حسان بالذكية وكما نعلم أن عامل القدرة يساوي كسين كيو عامل القدرة يساوي كسين ثيتا يعني تمام؟ لنفترض أنه تأخر بزاوي ثيتا فمعامل القدرة يساوي كسين ثيتا بغض النظام كسين كيو ثيتا اكس البدكية فبالتالي بما أنه التيار متأخر معامل القدرة برضو متأخر صح فبالتالي يكون عامل القدرة هنا أيضا متأخر صحيح بالتحريض الزائد يكون التيار هنا صار مترابطات زائد يصير متقدم بزاوية وكما نعلم أن عامل القدرة أيضا برضو يساوي كسين كيو أو ثيتا بالتالي يكون عامل القدرة أيضا متقدم عامل قدرة مالو يساوي كوساين دائما الزاوية ما بين الفولتي والتيار سميها Q سميها ثيتا سميها X بالذكية تمام طيب نأتي على هذه الأسئلة هذه الأسئلة تكرار للي درستناها يوم على ماذا تعتمد قيمة تيار المصدر تيار المصدر مسحوب للملفات 100 عم شنطين فولتيت المصدر وقم يولد لهذا الملف كويدا في عكسية عرف تيار التحريض اللازم اللازم عشان يولد هذا القطب هو تيار يولد قوة دافعة مساوية مقدار الفولتيت المصدر وإذا أقل يسمى تحريض ناقص وإذا زاد تحريض زاد طيب وضح المقصود تحريض الناقص تحريض الناقص في هذه الحالة يكون تيار التحريض أقل من تيار التحريض اللازم هذه مهمة تمام ممكن نقول لك في التحريض الناقص واحد من جمال تالي خطأ وحط لك تيار التحريض الأقل من تيار اللازم صح تيار التحريض أعلى من تيار اللازم ممكن نقول لك في التحريض الناقص تيار التحريض اللازم أعلى من تيار التحريض صح؟ هنا أنا قاعد بحكي من وجهة نظر تيار التحريض أو تيار التحريض اللازم ومش تيار التحريض العادي فبالتالي ولد قوة دافئة عنويا بالناقص قوة دافئة معناته أقل أكيد هاي أقل من فولتية المصدر ويكون تيار المصدر المسحوب متأخر قلت لك الكلمات مترابطة ناقص أقل متأخر عن فولتية هنا قلت لك بزاوي ثيتا متأخر برضو خلصنا بارت 1 أو الجزء الأول من المحرك التزامني مانا إن شاء الله يكون الأمور واضحة بالنسبة لهذا المحرك المحرك بالعادة بيجي عليه سؤالين ثلاث في الامتحان الوزاري من الوحدة الثانية بصراحة المعلومات تميل فيه أغلب الأحيان للحفظ وفيه معلومات مبنية على الحفظ المشروط أكيد بثهم فبدأك تكون مركز 100% بالحصة من أولها وبس تخلص الجزء الثاني حاول شوف أسئلة المحركات التزامنية هاي في دوسية أو في نفس الدوسية في أسئلة السنوات في النهاية شوف على إيش كان يسألنا تمام هاي الشاشة الحالة أنا هات الحصة هيك نكون خلصنا حصتنا شوفكم إن شاء الله المرة الجاي رح نحكي فيها عن المحركة التزامني بورت 2 أعطيكم العبي السلام عليكم